على هامش التطورات المتسارعة في المناطق الجنوبية الناتجة عن انقلاب عدن والتي أفضت إلى انتصار الشرعية في شبوى لا يزال المبعوث الأممي مارتين جريفث متمسكا بالأمل بنجاح اتفاق سوكهولم رغم وصوله إلى طريق مزدود ففي العاصمة السعودية الرياض أكد المبعوث الأممي على ضرورة عودة ما أسمها بالأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس فإن جريفث التقى عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وناقش تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن وكيفية استيناف المشاورات السياسية ولم ترشح بعد تفاصيل عن كيفية عودة هذه المشاورات بعد تعرق لكل الجهود الأممية السابقة والتي وصفت سابقا من قبل مسؤولين في الحكومة بأنها أضحت متماهية مع ميليشيا الحوثي وتشكل غطاء أمميا لبقائه في الحديدة إلا أن جريفث بحث مع زياني وفق وكالة واس سبل تكثيف المساعد الدولية والإقليمية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحافظات المتضررة تحركات المبعوث الدولي في الرياض وقبلها في صنعاء بدت أشبه بجولات روتينية ضمن أداء وظيفي أكثر من كونها جولات حقيقية تنبئ عن وجود أفكار دولية جديدة لتحريك السلام العالق في السفينة الأممية بالبحر الأحمر وفيما هو واضح فإن المفاوضات أصبحت أكثر تعقيدا الآن فلا يعلم بالضبط من سيتولى ملف الحديدة بعد تورط الإمارات في تنفيذ انقلاب على الشرعية بعدا وهي التي كانت بيدها خيوط لعبة الحرب والسلام في الحديدة